هل ينفع وأنا زوجة تانية عشان زوجي لا يعطيني ما أحتاج إليه إن أنا بلفظيها قالت أسرق الفلوس وأحوش عشان أبني بيت ولا وأجيب الأشياء اللي أنا محتاجاها ده سؤال في أسئلة من أخريات يمكن بس سؤال منع عشان حالة ولم تتكرر لكن باقي الأسئلة الأخرى بتتكلم عن إن الزوج مش بيصرف هل ينفع أو هل يجوز إن الزوجة تأخذ كفايتها دون علم الزوج أم لا يجوز ذلك الأمر طبعا إحنا هنقول الحديث والواقعة التي حدثت في ذلك وشراح الحديث اللي فهموا فقه الحديث النبوي الشريف وشرحوا هذه القضية ودون الضوابط الشرعية ما إذا تعرضت المرأة لمثل هذه الأحوال المفترض هي بتتصرف إزاي فمش بنسمع الحديث وناخد الحديث على ظاهره دون فهم دقيق لفقه الحديث وفقه هذه المروية طبعا حديث أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت إن هند بنت عطبة راحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف النبي ما أطلقش الأمر النبي قيد قيد ذلك الاستثناء في هذه الحالة بمسألة بالمعروف فتلاقي بعض النساء تقف عند خذي ما يكفيك وولدك وبعد كده يسيب بقية الحديث عشان كده بنقول إن الحديث النبوي الشريف ومثل هذه المرويات في مجملها علم عظيم لا ينفعش الإنسان يروح ياخد الحديث على ظاهره ويفهمه مع نفسه هناك علم هناك منهج لفهم فقه الحديث وبالتالي لما بنجي نقف عند الحديث ده ونرى كيف بوابه وصنفه يعني العلماء الأفاضل وبالتالي بعد ذلك كيف شرحه شراح الحديث النبوي الشريف فنفهم الضوابط الشرعية في فهم الأحكام اللي بتدور عليها واللي هي الإنسان بيحيى وبيكون بتدور وبينتج عنها كثير من الأحكام وبيجي علماءنا وأسدتنا فيفهموا هذه النصوص في ضوء منهج علمي رشيد بالتالي بدون الحكم بصورة منضبطة طبعا هذا الحديث ورد أخرجوا الإمام البخاري في صحيحه أخرجوا في كتاب النفقات باب شوفوا الباب هو معنونه إيه إذا باب كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فعلى المرأة أن تأخذ أو فللمرأة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ولدها ده تبويب الإمام البخاري لهذا الحديث ومعروف أن الإمام البخاري كان في تبويبه كان هناك فقه يعني كان هناك في بصيرة ودقة في فهم الحديث ثم وضع العنوان الخاص بالباب كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ دون علمه أو بغير علم زوجها ما يكفيها ولدها بالمعروف وكذلك جاب هذا الحديث الإمام وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية وتحت عنوان قضية هند لما راح ترفع الأمر ده للنبي عليه الصلاة والسلام وتشتكي من شح ذلك الزوج وتبغي من وراء ذلك أن تجد حكما شرعيا يناسب الحالة بتاعتها في ذلك الموضع النبي أجاز ذلك الأمر في حدود بالمعروف وبالتالي إن أنا أجأ أول أخذ وأسرق فلوس من وراء زوجي عشان أنا زوجة تانية وهو لا يعطيني ما يكفيني وأنا بيعملني بطريقة مش زي الزوجة الأولى لا يبيح لك أختي الفاضلة إن أنا أخذ عشان أحوش وأشتري بيت إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما قالها تاخد كفايتها هي ولدها بالمعروف زي ما شرحها أهل الفقه والعلم يعني ما يكفي الوحدة من طعام وشراب وكساء وبما يميل إلى توفير قدر الضرورة وليس إباحة الأمر إلى إن إحنا نصل إن أنا أخذ وبعدين أبني بيوت وأحوش في البنك زي ما بعض سائلات يعني على الصفحة بيسألوا في هذه المسألة لا أنا عندي ضوابط ما يكفيني طعامي وشرابي وكسائي أنا وأولادي بالصورة اللي فيها نوع من الاقتضاب نوع من توفير الضرورة وليس إباحة أمر ذلك على سعتي حتى وإن كان الزوج مقصرا ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده حرمة مال الغير دي حرمة كبيرة وحل إنه حق مرتبط بالغير سواء حق لأخي لي في الإنسانية أو حق مرتبط لأخي لي بيجمعني بالإسلام هناك حقوق لا بد أنها تحفظ لا يحل لإنسان أن يأخذ من مال أخيه إلا بطيب نفس منه أخيه ده ممكن يكون أخوه في الإنسانية أو أخوه في الإنسانية والوطن أو أخوه في الإنسانية والوطن والديانة تجمعنا روابط ووشائق كثيرة على كل هذه الألوان من العلاقات والروابط حرمة حقوق الإنسان مكفولة وبالتالي لا يتعدى الإنسان إلا عند الضرورة بصورة الإنسان بيأخذ كفيته مش بيحوش ولا حروح أبني بيت من الفلوس اللي بأخذها من وراء زوجي لأن حفظ الأمانات والإنسان قائم على عنده في حقوق حيسأل عنها ولابد أن يقوم ويؤدي هذه الحقوق على الجهة التي ترضي الله سبحانه وتعالى وإذا ما حدث للإنسان في حياته ما يخرجه عن حال الاعتدال والاستقامة في إنه اضطر في حالة اضطرار وأنا مش لاقي ما يكفيني وولدي بأخذ بقدر الضرورة وليس أننا هروح أحوش وأشتري وأبني بيوت وعمل حساب في البنك كبعض السائلات وكالسائلة مونة التي سألت خصيصا في مسألة إنها كزوجة تانية وعايزة تأخذ من وراء زوجها عشان تبني بيت لا يجوز إنما تأخذ ما يكفيك من طعام وشراب وكساء الأشياء الضرورية التي تقام بيها والتي تقوم عليها الحياة يا أختي الفاضلة اشتركوا في القناة